وعودة إلى ملف الأمن وأمن المواطن العراقي معنا سيد عادل الجبوري أنه بعد اتلاف العربي أهلا بك سيد عادل نتحدث عن أمن المواطن العراقي في ظل هذه الفوضى خطف ونهب وسلب من دون أن يمسك المجرمون أو هناك ربما أمساك للجريمة ولكن لا يرتقي إلى حجم الجريمة الموجودة في مناطق حزام بغداد يكثر الخطف تكثر الجريمة المنظمة من دون حساب الكلمة لك عليكم رحمة الله وبركاته حقيقة كنا نتصور بعد التحول للديمقراطية أن نتعامل تتعامل ويانا الحكومات بكل شفافية وكل القرارات التي كنا نتصورها تصدر منها قرار العفو والإصدار أو أوامر القبض التي اتجاه بعض المواطنين الذين يتجاوز على القانون استخدموه الأمريكان قبل أن كانوا في العراق كان يأخذون أو يقتادون بأوامر القبض ليلا دائما وبقوة كبيرة مع كل أسف أنه بقى الترسبات هذه الحالة أنه على بعض الجهات الأمنية وما تسمى بالأمنية أيضا تلقي القبض تقلد الأمريكان في نفس الطباع حقيقة بينما طباع العراقي المفروض أنه إرث تاريخي وعندنا أيضا اعتبارات للإنسان العراقي وأكو وقت وأكو طرق أنه ممكن يعتمد عليها الجانب الأمني أو اللي يقوم بإلقاء القبض في وضح النهار أفضل والوثيقة اللي يلقي بها القبض على المجرم إذا كان هلالك مجرم وأيضا ممكن أن يعتمد على المختار أو على منهم في المنطقة سواء كانوا الأمنيين أو الوجهاء أيضا مع كل الأسف نقلد بعض التصرفات التي تركها المحتل الأمريكي ونبدأ نستقوي على الضعفاء من أبناء جلدتنا وهذا حقيقة ما يجوز لأنه كل إنسان إلى حق والدستور كيفية الحق المواطن وأيضا من تكون بيدنا السلطة أنه على الأقل لا نستقوي بهذه السلطة على الضعفاء هذا اللي لاحظنا إما المجرم فأعتقد كل الناس تعرفوا أنه هذا مجرم وممكن بقرار قضائي وممكن أن الحكومة أيضا حتى تبري ساحتها تعلن أسماء اللي قاموا بعملية القبض أو أيضا وين المواطنين على الأقل أن أهالي المواطنين ممكن أن يوصلوهم إما اللي دا اللاحظة حتى المفروض نقابة المحامين دافع أيضا عن مواطنيها لأن هذا حق المواطنين هذا شعبها وأيضا من نظمات حقوق الإنسان ومن نظمات الاجتماع المدن الموجودة يعني ما لقى هنا إلا بعض النواب اللي دافعوا بعض الوجهاء والمواطن اللي أصابهم هذا الحيف نعم سيدة عادل نلاحظ في الأشهر القليلة الماضية ربما حالات خطف بأعداد ربما هائلة هل برأيك سنعود لعامي 2006-2007 عندما كان الخطف على الهوية وللأسف الآن نشهد هذه العمليات على مناطق حزام بغداد إن شاء الله هذه ما تكون حقيقة يعني قد تكون حالة صارت في شمال بغداد إن شاء الله ما تكون في مناطق بغداد الأخرى وأعتقد أكو قسم من عيدهم حسب معلوماتها حسب المعلومات المتسيرة عدي أنه قسم من عيدهم أفرجوا عنهم قبل كذا يوم حملنا المسؤولية حقيقة للحكومة أنها تتحمل مسؤولية حماية المواطنين وأيضا مكان احتجازهم وأسباب الاحتجاز أو أسباب الخطف اللي إذا نخلي بين هلالين سمي خطف لأنه ما ممكن تأتي قوة تخرج خارج هذه المناطق وتدخل في مناطق أخرى بدون ألم الحكومة أبدا نعم سيد دعاد عندما نتحدث عن السياسة العراقية والمشروع السياسي الذي جئ به بعد 2003 الكل ينتقد الأمريكان ويقولون أن الأمريكان هم غزاة احتلوا العراق ويريدون تقسيم العراق ويريدون تقسيم المنطقة وهناك مشروع صهيوني وجريدة لا تنتهي فيما يتعلق بهذا الأمر ولكن العراقيون أنفسهم السياسيون أقصد الطبقة السياسية تعمل باتجاه هذا المشروع يعني في البداية تحركوا بإثارة النعرات الطائفية في العراق عام 2005-2006 اليوم تقسيم وأوصال المدن العراقية من خلال خنادق وأسوار هذا الأمر إلى أين سيصل بالعراق هل فعلا هذا الأمر بداية لتقسيمه تهيئات اللاوعي الجمعي للمواطن العراقي وبالتالي تقسيم البلد الصوت دي حقيقة دي قطع الصوت ولكن فهمت من خلال كلامك أنه أنه تقطيع أوصال العراق حقيقة هي العملية السياسية بنيت على خطأ وكل ما بنى على خطأ فهو خطأ العراق حقيقة العملية شكلت على أساس قومي وعلى أساس عرقي وعلى أساس طائفي بعدين من دتصير الانتخابات حقيقة قسم من عدة تحولت أيضا إلى عشائري وهذا تجزئة أكبر تكون وهذا التجزئة أعتقد جعلت العراق متقطع متقطع أيضا حتى في صلاة الرحم ما بين مجموعة أو مع أخرى وأيضا السبب الآخر التعامل بمكيالين ما بين أبناء المجتمع الواحد ونرى مثلا في محافظات الكردستان حاول تحافظ على نفسها وتبني حدود إلها مستقلة وما تخلي أن أحد يدخل إلى هذه المحافظات إلا بضوابط يعني فرضته هذه الحكومة في كردستان في المحافظات الأخرى أيضا هناك وفي المناطق في بغداد قسم من عدها وفي المحافظات أي مواطن يمكن يتحول من مكان إلى مكان لا بد أن يأخذ موافقات الجهات الأمنية وليش يتحول وشون السبب وأيضا مما في أنه النواب من تزور منطقة أنه لازم تعلن أنه راح لهذه المنطقة وتبرز هويتك وتأخذ موافقة وترافقك إحدى السيارات هذه بدت أفكار حقيقة دخيلة على مجتمعنا وبدأنا يوميا أنه نسمع أنه مثلا من ضمنها مثلا خور عبد الله ومن ضمنها مثلا بعض المحافظات محافظة زائد على محافظة أخرى وتقسيم المحافظات وهذه المحافظات المتداخلة فيما بينها بدأت أكو أكو مثلا القوات التركية اللي دخلت في شمال العراق وأيضا أكو حقول سيد عادل ومن إيران هذه أيضا سيد عادل كان سؤالي عن الأسوار والخنادق الحكومات المتعاقبة أهملت كل هذه القضايا هذه الملفات المفروض تعامل العراق حالة واحدة والغيرة العراقية على كل شبر عراقي أينما يكون وهذه الخنادق أنت تلاحظ يمكن في العراق تلاحظ أن الخط السريع هذا اللي موجود يجي من البصرة إلى بغداد تلاحظ أنه كان بالحديد هو العازل أو الأرصف الآمنة الآن تلقى تعلمنا على ثقافة جديدة أنه هو الكسر والأنقاض مال البيوت قام يخلوها أسجة لهذا الطريق الرئيسي الدولي اللي هو حقيقة يعبر عن صورة حضارية للعراق وأيضا في كل المناطق من تلاحظها أو الآن تخرج إلى المحافظات فعلا تظهر هذه الفنادق وبعض الأسجة وحتى بأنقاض وأزبال نسويها أسجة هذه الأتمنى أن المحافظين أو يبرزون محافظاتهم بصورة طيبة وهذا الخنادق نحن أسوها في العصر الإسلامي اللي هو من معركة الخندق كنا نسمع بيها ولكن مع كل أسف أنه هذا مذيك معركة يعني إسلامية مشرفة لكن هنانا اللي نشوفها مع كل الأسف أنه قد يصير صورة مشوهة عن هذا البلد وهذه المناظر والتصرفات التي تسيء إلى أنك عراقيين وما يتجوز أن تتحول من مكان إلى آخر وما يتجوز تخترق أن هذا الحاجز وهذا الخندق نعم أنا أشكرك جزيلا شكرا سيد عادل الجبورة النائبة عن ائتلاف العربية شكرا جزيلا لك